شهادة بفشل الإعلام المصري المرة دي جاي من حيثة تانية الإحصائيات اللي جاية جاي من مجلس الوزراء المصري بتكشف قد إيه نجاح الديهي وعمر أديب والبازفن دي والمليارات اللي بتصرف عليهم إنها فلوس حرام المليارات اللي بتصرف على عمر أديب وعلى نشأة الديهي وأحمد بلينجانة حرام حرام ليه بقى؟ الخبر بيقول إنه خمس ستة وخمسين في المية من المصريين يحصلون على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي ستة وخمسين في المية من المصريين يحصلون على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي ده اللي قلته أو اللي بتقوله مجلس الوزراء كشفت دراسة متخصصة أن ستة وخمسين في المية من المصريين يحصلون على الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي وقال مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن شركة يوغوف المتخصصة في أبحاث السوق أجرت استطلاع رأيه في يوليو الماضي في 28 دولة لمعرفة أكتر الدول التي يتابع مواطنوها الأخبار عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلعت في الدراسة دي أبرز الدول أن أندونيسيا وفيتنام أكتر دول في أن مواطنيها بيتابعوا أخبار من وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 67% تليها جنوب أفريقيا ثم الفلبين ثم تايلاند ثم مصر ونالعزيزة ليه؟ أكستر نيوز ما لها؟ سي بي سي ما بتاخدوش منها ليه؟ الدي أم سي والحياة ومدينة الانتاج الاجتماعي ولا الإعلامي الصرف إيه؟ المشكلة أنه لسه كمان بسأل عني سؤال هو قال 56% من المصريين بيتابعوا الأخبار عن طريق السوشيال ميليون السؤال الـ 44% التانيين إيه؟ راحوا فين؟ ده سؤال لازم تسأل نفسك السؤال ده؟ ده سؤال منطقي 56% من المصريين تبقى للدراسة دي بتاعت مجلس الوزراء بيتابعوا الأخبار بتاعت الدنيا والبلد من السوشيال ميديا السؤال بقى الـ 44% فين؟ مش كده أنا حسبتها صح؟ بقى الـ 44%؟ يا رب بيكون صح؟ مهم يعني الباقي من الـ 56% كم؟ الـ control كله ميت 44% الحمد لله طلعت صح 44% أنا أقولك الـ 44% فين بقى؟ بس ما تزعلش أنا أقولك في قصة لنجيب محفوظ اسمها المرايا ممتعة ابو وروحه والنبي المهم القصة فيها واحد اسمو فاتحة أنيس شخصية من الشخصية اسمو فاتحة أنيس موظف فقير قوي كان بيشحط السجارة ويشحط أي حاجة يعني وفي الأخر بتجوز واحدة غنية وبتاعة المهم يعني نجيب محفوظ كاتب عن فاتحة أنيس دا ايه بقى؟ من فقره انه مش تلاقي اللضة مش تلاقي ياكل فكاتب عنه جملة شديدة الزكاة تنطبق على كتير من المصريين كاتب أنه أطلق عليه زملائه أنه حي لا يرزق من فقره إحنا عادة نقول حي يرزق فلان أخباره ايه حي يرزق فلان أخباره ايه حي يرزق الشخصية دي في الرواية من كتر فقره زميله في العمل بيقولوا عليه أنه حي لا يرزق أنا بقى بقولك الاربعة واربعين في المية اللي برا لتصنيف ده أحياء لا يرزقون ما فيش حاجة خربعنا ضائعة ضائعة أنا هشوف أخبار لأنه حتى لو معاه لو معاه مبلغ مالي مش هيضيعه بقى في النت يعني لو هو معاه يجيب عيش وطعمية مش هيروح يضيعه بقى في النت دول بيرمنوا على بعض وبيقفلوا فدول أحياء لا يرزقون خالص يعني دول الكفاف بقى تحت خط الفقر فمش مهتم المشكلة بقى إنه لسه كمان هيتطلعوا أربع قنوات إخبارية جديدة قال يعني اللي فاتوا نجحوا خدوها مني ثقة عمر الإعلام ده ما هينجح ده إعلان على فكرة الإعلام من عصر عبد الناصر حتى الآن مش ناجح خالص لأنه عبارة عن نشرات بتوزع وتطبع من المخابرات والأجهزة الأمنية وبيقراها الموزيع بس يعني إعلان السامسونج ومن كم يوم عرضنا لكم مسرحية جزء المسرحية هنا بتاع تيرسف إدريس اسماع البهلوان كان بطولة الأستاذ يحيى الفخراني وقلنا لكم إزاي هو المشهد كاتبه الأستاذ يوسف إدريس إزاي رئيس التحرير بيحول مقال بيشتم في روسيا إلى اشتما في أمريكا لأنه جات له تعليمات غير المقال غير المقال يوسف إدريس كاتب ده في مسرحية البهلوان من التمانينات من التمانينات ده إعلام عبد الناصر ده إعلام السادات ده إعلام مبارك ده إعلام دلوقتي فهو إعلام شغال بجهاز سامسونج ومش حاس بالناس وده اللي قالوا أو زي ما قال حاجة زي كده وزير رئي الأسبق محمد ناصر علام بيقول يبقى الأستاذ محمد الوزير محمد ناصر علام الإعلام الوطني لدينا إعلام عمر دياب عمر دياب وغيره ولدينا إعلام الساحل الشمالي والفلات والشليهات واغلبية الشعب بمشاكله واحتياجاته وقضية هو في ايه بلد صح؟ يا سيد الوزير انت كنت في المنظومة الحكومية بتاعت مبارك وعارف ده اعلام الدول الدكتاتورية اعلام مش فاضي للناس الجلابة اعلام موجه بالرموت كنترول اعلام السيسي مركز بس في التشهير والفساد حد فاكر القصة دي؟ فاكرين لما طلعوا على الطبيب اللي كان بيعالج وقال الابراشي نوال اللي قتله او الخبر هو 8 اغسطس بسبب تغطيات وفاة الابراشي الاطباء احالت البلاغ البلاغ الاطباء ضد دجارة الوطن لنيابة اكتوبر ووفد من النقابة سيدلي بالاقوال وسيقدم المستردات قالت نقابة الاطباء ان نهاية نيابة الاستنافة الكلية احالت البلاغ اللي تقدمت بيه نقابة الاطباء يناير الماضي الى النائب العام يناير الماضي ضد دجارة الوطن الى نيابة اول مدينة اكتوبر الانهاية في مباشرة تقناء يوم الاثنين انها كانت تقدمت في 19 يناير ببلاغ رقم كذا المستشار حمار الصوي ضد دجارة الوطن اشار الى الازمة وقعت على خلفية وفاة وائل براشي مطلع العام الجاري واتهام الاطباء بالتسبب في وفاته والنبي عن قبط الاطباء بالله عليكم ما تنسوا خالد منتصر بالله عليكم لان خالد منتصر هو من قاد حمل التشهير للدكتور المعالج بتاع واقل براشي خالد منتصر هو من اتهم الدكتور المعالج بتاعه بانه بيعالجه بالسحر والشعوازة والأعشاب والحاجات دي بالله عليكم خدوا موقف من خالد منتصر بالمرة ده يا حضرات اعلامنا مركز بس في التشهير بناس معينة وبعدين في وسط ده كله في وسط ده كله المجلس الاعلى للإعلام واللهية الوطنية للإعلام بتمدد لرئيس تحرير الوكالة الرسمية وكالة انباء الشرق الاوسط وهو تبقا اهو طبقا لكلام العربي الجديد متهم بقضايا فساد وتبديد أموال هو ده اسمعه علي حسن ولا اسمعه تخيل بيمددوله وطلع معاش يعني بلغ سن المعاش بيمددوله ستة شهر كمان الراجل دجح قوي مع ان الهيئة بتاعته اللي هو كتن باشا القاوسط مفلسة وعليها ديون في مخالفة ده العربي الجديد لكاتبة العربي الجديد في مخالفة صارخة للقانون كذا كذا قررت تتهايئة الوطنين للصحافة تمديد للصحافي علي حسن علي حسن في منصبية رئيس مجلس دارة ورئيس تحليل وكالة انباء الشراق الأوسط لمدة ستة اشهر وقالت بقى العربي الجديد ان الراجل ده في عنده هو احد اشهر الصحافيين المهتهمين في وقاء اهضار للمال العام داخل المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وجاي يقول لك ستة وخمسين بيتابعوا من خلال السوشيال ميديا طبعا لان الناس فقدت اصلا الثقة في اعلام السيسي وفي اعلامين السيسي اللي بعده